بعد أن ملأت الدنيا وشغلت الناس لعدة أسابيع، تراجعت بشكل مفاجئ الدعوة إلى ندوة الإجماع الوطني المطروحة في الساحة السياسية بخصوص تأجيل رئاسيات 2019، ليفتح المجال إلى تراشقات داخل الطبقة السياسية من خلال الاتهامات المتبادلة من المغزى حول هذه المبادرات والمآرب التي يهدف أصحابها إلى تحقيقها. بعض المبادرات أو بعض العنامين الإعلامية التي طلعت علينا من هنا ومن هناك، ربما الهدف منها هو فقط تسويق وربح أو تسجيل بعض النقاط الحزبية، يعني بعض الأطراف التي أرادت أن تضع مصالح حزبها فوق مصالح الأمة، أعتقد هذا الأمر لا يستقيم ولا ينسجم. رغب أن تحهم في كسب نقاط حزبية أعتقد بأنها خسرت، والآن هما رجعوا إلى صواب. فيما ذهب آخرون إلى أنه ليس هناك مدعاة إلى تأجيل الانتخابات، كون الوضع السياسي الحالي يدعو إلى مزيد من توطيد للمؤسسات وفقاً للمبادئ الدستورية، ولا تحتاج إلى هكذا مبادرات تعيد الجزائر إلى الوراء بعد أن قطعت أشواطاً همى في مسارها الديمقراطي. الناس التي كانت تدعو إلى تمديد التأجيل ليس فقط أحزاب الموالات، حتى أحزاب المعارضة. كنا نقول بأنها من غير المعقول عاشية استحقاق انتخابي هام، قريب أسابيع قبل استعالها الناخبة، أن نأتي، يعني نقترح مبادرة لتأجيل كل هذا المصار هذا. دعوتنا أننا نمشي الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد بانتخابات مفتوحة، ما يمكنش هذا المصار، نتعلي استقرار لمؤسساتي، نغامر به بدون أي سبب، وأمام هذه الوضعية التي تكاد تكون غير مسبوقة عاشية أهم استحقاق وطني في البلاد، يتساءل مراقبون هل تراجع الأداء السياسي للأحزاب، وما مدى جديتها في التعامل مع القضايا المصرية، وإلى متى تبقى تتعامل بمنطق ردة الفعل وليس الفعل؟